في مشكلة ان احنا دايما ما بناخدش بان ان كل طفل جمهورية مستقلة بذاته بمعنى ايه النهاردة انا عندي طفل امكانياته العقلية امكانياته التعليمية امكانياته رياضية معينة في طفل تاني امكانياته قد تكون افضل امكانياته اعلى او اقل ما عودش قارن المقارنة بين الاطفال دي ظلم بين بيعمل كراهية بيعمل عداوة وبغضاء بين الاطفال ما يطلع ما بيحبش ولا ادخلته ولا ما يحبش ابن عمته ولا ما بيحبش اخوه عشان بنقعد نقارن المقارنة دي غلط تماما فيش حاجة اسمها اصلا ابن خلتك جاب كذا اصلا ابن عمتك عمل كذا في الامتحان اصلا اختك كان بيتجيب كذا كل واحد مستقل بذاته او ادخل طفل بطفل حتى الغدس ان المراقة او تعمل المقارنات ان ده هيجي بكراهية وعداوة الحاجة التانية النهاردة طفل اخطأ انا ما عقبتوش جاء اخوه اللي اكبر منه اخطأ عقبته على نفس الفعل طب ازاي هنا عكايل وبميكيالين ازاي فبالتالي ده بيعمل نوع من الكراهية والبغضاء من الاطفال برضو والاخوات دائما الاخوات لو هتجيب تشيرت نجيب للاتنين اه مش شرط نفس اللون هتجيب بانطرول للاتنين هتجيب تشوز للاتنين اي حاجة هنعملها دائما نحسسه من هم الاتنين زي بعض حتى لو واحد عنده حاجة كويسة وعايز اجيب لي التانية عشان منتقصة الحاجة دي عنده لازم اقنعه قبل ما اروها وطفل بيقتنع يا حبيبي اخوك محتاج كذا كذا عندك مانع ننزل نجيب له لا ما عنديش يا مامي خلاص اوكي شكرا لكن هاعد قارن واقول له لا دا احسن منك اصلا اخوك نجح وانت جيب تقلي منه اصلا مش هافي من عمك ايه دا هنعمل كراهية ومشاكل لا داعي لها وشكرا